موسيقى أحسد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم والتي نتحدث من خلالها حول تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي تحدث هذا اليوم عن الاختراقات والممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين بالإضافة أيضا إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات هذا كله من جهة من جهة أخرى هناك ممارسات إسرائيلية يومية لها علاقة بإغلاق الطرق أمام حركة وتنقل المواطنين بالإضافة أيضا إلى الممارسات التي تقوم بها إسرائيل على الحواج العسكرية المقامة على مداخل المدن والبلدات الرئيسية الفلسطينية كل هذه الإجراءات أيضا هي يعني يتم ملاحظتها ومراقبتها من قبل أطراف متعددة دوليا وأيضا من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تراقب وتكتب وتتابع مثل هذه القضايا التي هي مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي هذه القضايا وأخرى نتحدث بها مع ضيفنا في الستوديو السيد عيد قطيش رئيس برنامج أو مدير برنامج المسائلة في حركة عالمية للدفاع عن الأطفال أهلا بك أستاذ عيد ومساء الخير لكم أهلا مساء النور أهلا بكم وأيضا ينضم إلينا من محافظاتنا الجنوبية السيد عبد النصر فروان رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرة والمحررين أهلا بك مانا سيد عبد النصر ومساء الخير لكم مساء الخير لك ولضيفك العزيز ومن خلالكم مساء الخير إلى كل المشاهدين الكرام أهلا بكم طيب بدأت سيد عيد قطيش رئيس أو مدير برنامج المسائلة في حركة عالمية للدفاع عن الأطفال كيف تنظرون إلى هذا التقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتس بما أشار له من تنامي وتصاعد وإساءة ممارسات الجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يعني عمليا معلومات التي ضمنها التقرير ليس جديدة طالما مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية أشارت لأن إساءات معاملة الأطفال وتعذيبهم هي ممارسة منتشرة ومنهاجية بيكون فيها الجيش والشرطة الإسرائيلية الجديد في الموضوع أو المهم في الموضوع أن هذا التقرير بصدر عن مؤسسة دولية يعني إذا هذا التقرير صدر عن مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية من السهل أن إسرائيل تتهم هذه المؤسسة أنه مؤسسة غير موضوعية أو مؤسسة منحازة ولكن من الصعوبة أن إسرائيل تتهم منظمة مثل Human Rights Watch أنها منظمة منحازة للفلسطينيين فأهمية الموضوع تكمن أن هذه المعلومات التي تصدر عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والنتائج اللي بوصلوا لها بوصل لها أي مؤسسة بتعمل بشكل منهجي وبشكل موضوعي لأنه إساءة المعاملة والتعذيب هي ممارسة واسعة الانتشار ومنهجية ومنتظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين الآن هذه المعلومات أيضا تكررت في تقارير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اللي بتراقب أداء الدول لواجباتها وفق لأتفاقية حقوق الطفل إسرائيل هذه الدولة طرف في أتفاقية حقوق الطفل ولكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين يعني إسرائيل ما بتعترف أنه بنود هذه الاتفاقية بتطبق على الأطفال الفلسطينيين كان هناك توصيات أو ملاحظات ختامية من قبل لجنة حقوق الطفل إنه إسرائيل بتمارس التعديب وإساءات المعاملة اتجاه الأطفال الفلسطينيين بشكل مستمر وبتحرمهم من حقوقهم اللي وردت في الاتفاقية يعني اتفاقية حقوق الطفل بتعتبر أنه مفترض يكون الاعتقال للأطفال هو الميلاد الأخير والأقصر فترة زمنية مناسبة ولكن تقريبا كل الأطفال الفلسطينيين اللي بتتقدم يعني بحقهم لوائح اتهام في النهاية لما يمثلوا أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتم إدانتهم يعني نسبة الإدانة أمام المحكمة العسكرية هي أكثر من 99% بمعنى أنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو النيابة العامة الإسرائيلية بتدخل تهم من هاي الجهة وبتطلع أحكام بالسجم من الجهة الثانية بحق الأطفال الفلسطينيين بالجانب آخر يعني مرتبط بمبدأ أساسي في اتفاقية حقوق الطفال وهو مصلحة الطفل بفضله يعني إسرائيل في تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين ما بتراعي هذا المبدأ على الإطلاق على اعتبار أنه من المفتراضة تام البحث عن بداء العملية الاتقال ويكون آخر خيار هو الاعتقال نعم طيب نذهب للسيد عبدالناصر فروان في غزة رئيس وحدة الدراسات وتوثيق في هيئة شؤون الأسرى ومحررين سيد عبدالناصر يعني لاحظنا أيضا أو التقرير أشار إلى ارتفاع بوتيرة الاعتقالات في صفوف الأطفال إلى نسبة من أكتوبر تشرين أول ماضي ربما تجاوزت المئة وخمسين بالمئة كيف تعقب على ذلك وأنت تتابع وتوثق بخلال الدراسات مثل هذه الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال يعني بداية نحن ننظر بخطورة بالغة إلى ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين من اعتقالات ومن تعذيب ومن احتجاز في ظروف قاسية نعم وننظر بخطورة أكبر لاتساع وتزايد أعداد المتقلين من الأطفال وما يمارس بحقهم وننظر كما تفضل ضيفك الفاضل بإيجابية للموقف الذي صدر عن هيومان رايس وما ورد في التقرير لكن بتقديري أن الشخص بيان هيومان رايس قد جمل الأمر ولطف المصرحات إذ أن ما يمارس بحق الأطفال يتجاوز يعني مرحلة الإساءة إلى درجة الانتهاكات الفضلة والجسيمة بل وإلى درجة الجرائم التي تقترف بحق هؤلاء الأطفال وبالتالي من خلال متبعتنا لكافة الوقائع التي قد مورست خلال الأشهر على الماضية نلاحظ بأن هناك ارتفاع كبير بنسبة الاتقالات ليس فقط بنسبة 150% وإنما أكثر بكثير سجل منذ بدء الهبة الجمهرية في الأول من 21 أكتوبر الماضي ولغاية اليوم حوالي 1900 حالة اعتقال لأطفال قصر تتراوح مرهما بين الـ 11 والـ 18 وهذا رقم كبير لا يزال حتى هذه اللحظة في السجون الإسرائيلية نحو 400 طفل فلسطيني الأخطر من ذلك بأن منسوب الاعتقالات في سوف الأطفال قد تصاعد بشكل واضح منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة مما يعني بأن سياسة استهداف الأطفال هي سياسة ممنهجة وهي ليست عفوية أو استثنائية وإنما هناك استهداف إسرائيل للطفولة الفلسطينية إسرائيل تسعى من خلال منضوة من الإجراءات ومن خلال أجزتها الأمنية إلى تشويه واقع هؤلاء الأطفال وإلى تدبير مستقمرهم لهذا هي تزج بألمئات من هؤلاء الأطفال في سجونها وتمارس بحقهم صوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والهانة ومن خلال هذا التعذيب تنتزع إعترافات والأسف الشديد القضاء الإسرائيلي يعتمد على كل ما انتزع من هؤلاء تحت وطء التعذيب كمسنادات إدانا ومن ثم يصدر أحكامه بحق هؤلاء الأطفال وبالتالي نحن ننظر بخطورة لحجم الأرقام وازديادها المرتفع بشكل مضطرد وننظر أيضا بخطورة أكثر للانتهاكات والجرائم التي اقترفت بحق هؤلاء الأطفال وإذا كنا نتحدث عن تزايد في حجم الأتقالات منذ عام 2011 فإن نتحدث عن حجم ينتزاد بشكل كبير ومضطرد منذ بداية الهبة للجمهرية وحتى هذه على اللحظة بالإضافة إلى احتجازهم كما تفضل ضيفك العزيز في ظروف قاسية ومصادرة أبسط الحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقية الطفل وكافة الاتفاقيات الدولية وبالتالي نحن دائما كنا ولازلنا نعمل من منظمة يومان رايس وكافة المنظمات الدولية لأن يكون لها مواقف أكثر وضوحاً أكثر تعثيراً أكثر إلزاماً لدولة الاحتلال سنتي على هذا الدور سيد عبد النصر سنتي على هذا الدور كيف يبين الإمكان نحن كفلسطينيين أن نبني على مثل هذه المواقف صحيح ربما مطلوب أكثر من الجات الدولية ولكن يبقى علينا أيضاً كنحن كفلسطينيين دور في هذا المجال طيب سيد يعني عيد أبو كتش موضوع تفضلت به إسرائيل أو التقرير أشار إلى لجوء إسرائيل دائماً إلى استجواب الأطفال دون حضور الآباء وهذا مخالف للقانون وفقاً لما أشار تقرير منظمة هيومان رايتس ووش بالإضافة أيضاً إلى كما قالت مديرة مكتب هيومان رايتس ووش بأن الصراخ والتهديد والضرب ليس هو الوسيلة الأمثل والأنسب لمعاملة الشرطي الإسرائيلي رجل الاحتلال أو الجندي الإسرائيلي للتعاون مع طفل الفلسطيني يتم اعتقاله لأسباب ومبررات غير مقبولة منطقياً يعني ممكن أن يتم الاعتماد على هذه المبادئ إذا كان الهدف من عملية التحقيق هو إحقاق العدالي ولكن كل منظومة المحاكمة العسكرية الإسرائيلية الهدف الأساسي منها ليس إحقاق الحقوق ولا إحقاق العدالي يعني الهدف الأساسي هو إخضاع وسيطرة للفلسطينيين بما فيهم الأطفال الذين يعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة نعم إلا إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بتتنقل اللي بتهيئة بمعنى أنه إسرائيل مثلاً بتعتمد في إنشاء المحاكمة العسكرية الإسرائيلية على القانون الدول الإنسانية على اعتبار أنه اتفاقيات جنيف بتعطي دولة الاحتلال الحق في إنشاء محاكمة عسكرية لمحاكمة الأشخاص اللي ممكن أن يؤثروا على أمنها. وهذا واقع في القانون الدول الإنساني. ولكن إسرائيل تنسى موضوع الاستطان والمستوطنين عندما يتعلق الأمر بالقانون الدول الإنساني اللي اعتبره جريمة حرب. فوضع طبيعي أنه يكون مستوطن غير قانوني بيكون يدير العدالة كقاضي في المحكمة العسكرية الإسرائيلية. فعملياً وجود هذا الشخص هو غير قانوني. ودوره في المحكمة العسكرية أنه يدير عملية العدالة. فإلك أنك تتخيل شو ممكن تكون نتائج هيخ خلطة. عملياً وجود حداً من الأهل تبليغ الطفل بحقوقه. حتى يتم التحقيق في ساعة النهار وليس في ساعة الليل. هذه المبادئ الدولية التي تنص عليها كل الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بقضاء الأحداث. ولكن إسرائيل لا تلزم أي مبدأ من هذه المبادئ. وبالعكس إسرائيل تدعي أنه أجرت مجموعة من التطويرات والتغييرات على منظومة المحاكم العسكرية. هذه التطويرات تعطي للمجتمع الدولي الانطباع أنه هناك تطويرات كبيرة حصلت. ولكن في واقع الحال لا تغير ولا أي شيء على حياة الأطفال الفلسطينيين. ولا أضافة أي حق أو ضمان إلى الأطفال الفلسطينيين التي تتم إعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية. فعمليا هذه هي منورات إسرائيلية فقط من أجل تصديرها للعالم. أننا نجري تغييرات على منظومة المحاكمة العسكرية الإسرائيلية. ونحن نتجاوب مع الانتقادات التي تصدر عن مؤسسات دولية من خلال هذه التغييرات. ولكن نحن كمؤسس تشتغل في هذا المجال من 20 سنة. دورنا أن راقب تطبيق هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية عمليا ما تم أي إضافة لحقوق الأطفال الفلسطينيين التي تم إعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية. طيب سيد عبد النصر أيضا إسرائيل تتحدث عن أنها مفقا للتقرير تقوم بهذه الإجراءات بشكل ينسجم مع القانون. أو على الأقل تروج ذلك للمؤسسات الحقوقية الدولية. بأن ما تقوم به مع الأطفال الفلسطينيين ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والحقوقي. وبالتالي برأيك ما هو الدور الملكة على عاتق المؤسسات التي لها علاقة بحقوق الإنسان. وأيضا بكم أيضا كهيئة شون أسرى ومحررين. كيف بالإمكان متابعة مثل هذه القضايا كي تصل الرواية الحقيقية لما تقوم به إسرائيل إلى الجهات المعنية والمسؤولة في المجتمع الدولي. بالتأكيد هي تحاول أن تخدع الرأي العام على العالم بأن إجراءاتها تتوافق والقانون الدولي. لكن على أرض الواقع ووفقا لكافة الوقاع والشهادات فإن الأمر مختلف تماما وإن ممارساتها تتناقض بشكل فاضح مع اتفاقية للطفل. إن كان من حيث اللجوء إلى الاعتقال كملاذ أول ولأطول فترة ممكنة. بعكس ما تنص عليه اتفاقية تحقوق الطفل التي تجيز اللجوء إلى الاعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة. ممكنة أيضا في أشكال الاعتقال والممارسات والتعذيب وغياب الأب أثناء الاستجواب. وأيضا أحيانا غياب المحامي والاطلاع المحامي على أحيثيات الاعتقال وأيضا إجراءات المحاكمة على العادل وما إلى ذلك من الإجراءات القمعية. بالإضافة إلى احتجازهم في ظروف قاسية مع الكبار ودون منحم أي من الحقوق باختصار شديد. إسرائيل يعني لم تراعي صغر سنهم ولم تحترم احتياجاتهم الأساسية ولا أيضا تحترم الموثيق الدولية في تعاملها. معهم هناك شهادات كثيرة من هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال وتعرضوا لانتهاكات. تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وما شاهدناه من ممارسات ومن تعذيب نفسي مع الأسيرة الطفل أحمد مناصرة. بالتقدير كان غيظ من فايد. نعم. هناك شهادات أكثر فضاعة مما رأيناه. نحن من جانبنا نسع إلى توثيق هذه الشهادات. نسع إلى عرضها أمام كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي تعنى بقضايا الحقوق الإنسان وبقضايا الأطفال. للتأثير عليها ولتحشيدها باتجاه دعم حقوق هؤلاء الأطفال. وبالتالي وجب علينا كما وجب على الآخرين من المؤسسات الحقوقية والإنسانية لم أن تفضح كل هذه الممارسات. خاصة وأن كما قلت الشهادات كثيرة ومتوفرة. نصدر الشهادات ونصدر ما يتعرض له الأطفال في سجون احتلال من انتهاكات ومتوفرة. لكن المطلوب التعاون فيما بين كل هذه المؤسسات. مطلوب الارتقاء بمستوى هذا التوثيق. مطلوب التأثير أكثر واستخدام وسائل أكثر تأثيرا على تلك المؤسسات. وعلى الرأي العام على الدولة. مطلوب أيضا إيصال كل هذه الشهادات إلى كل المعنيين. بحيث أن يكون هناك تعزيز للرواية الفلسطينية وتكذيب للرواية على الأسرائي. وهذا أيضا بحاجة إلى مكنة ألمية ومكنة حقوقية وقانونية. وبالتالي وجب علينا التعاون فيما بيننا وبين كل المؤسسات ذات الشأن. طيب سيدي عيدة بوكتيش موضوع البناء على مثل هذه التقارير. هذا تقرير لمنظمة هيومان رايتس هوت. إسرائيل تحدث أنه منحاز للفلسطينيين. على أي حال نحن كفلسطين نراه أقل بكثير مما تقوم به إسرائيل من فضائع. ولكن هو حمل نوع من الكبير من المصداقية على الأقل متعلقة بهذه الممارسات. كيف بالإمكان البناء عليه من قبل هم كم مؤسسات حقوقية وإنسانية لها علاقة بدرجة أولى في الدفاع عن الطفل كفرع فلسطين في حركة عالمية للدفاع عن الأطفال؟ يعني إحنا كمؤسسة على تواصل دائم على كل الجهات الدولية المعنية بحماية حقوق الأطفال. والتي من ضمنها لجانة الاتفاقيات مثل لجنة منهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل. في بداية شهر خمسة سيكون هناك مراجعة من قبل لجنة منهضة التعذيب لتقرير الإسرائيلي المقدم لهذه اللجنة. على اعتبار أن إسرائيل هي دولة طرفة في اتفاقية منهضة التعذيب. طبعا في تقريرنا الذي قدمناه استعرضنا كل الانتهاكات الإسرائيلية ووسائل التعذيب الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين. فعمليا فيما يتعلق بهذه المؤسسات أصبح المعلومات عندها. نفس الإشي فيما يتعلق بالمكررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة على تواصل دائم من خلال التقارير من خلال الشهدات المشوعة بالقسام. فيما يتعلق بكل الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين وتعتيدا موضوع التعذيب وإساءة المؤاملة وموضوع غياب معايير المحاكمة العادلة. فالمطلوب في النهاية هي مسؤولية الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات على اعتبار أنه لما دولة تدخل في هذه الاتفاقية يعني أن الدول الأخرى من المفترض يراقبوا التزامها بهذه الاتفاقية. وفي حال أنه ما كان فيه هناك التزام هي بتصبح مسؤولية الدول الأخرى لما رصد ضغوطات على هذه الدولة لدرجة فرض عقوبات عليها. سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو غيرها من أشكال العقوبات من أجل الوفاء بالتزاماتها وفق لهاي الاتفاقيات. للأسف حتى هذه اللحظة الدول يضحي بالتزاماتها القانونية والحقوقية من أجل المحافظة على علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع أي دولة تكون بانتهاك حقوق الإنسان. فالمطلوب ليس بس الاعتماد على الدول حالية. مطلوب التوجه للناس العاديين في هذه الدول من أجل رفع وعيهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأقفال الفلسطينيين والجرائم اللي بترتكب بحقهم. لأنه في المآلة النهائي اللي بنتخب السياسيين في هذه الدول هو الناس العاديين. فهذا غيرنا في اتجاهات الناس العاديين بالضرورة رايح انت السياسيين جداد اللي يكون فيهم موقف من كل هذه القضايا. إذا منها نحكي على الأمم المتحدة يعني الأمم المتحدة بالرغم من أنه تعطي الانطباع أنه هي مؤسسة حيادية وغير منحازة إلا أنه هي تختار لضغوطات سياسية. يعني خلال السنة الماضية الحركة العالمية للدفاع للأطفال إضافة للعديد من المؤسسات السياسية الفلسطينية. يعني تواصلوا مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إدراج اسم الجيش الإسرائيلي على لائحة العارة اللي تصدرها بكل سنة. على اعتبار أن ممارسات الجيش الإسرائيلي وتحديدا خلال الإدوان الإسرائيلي على غزة. يعني هي تتناغم مع المعيير من أجل وضع اسم الجيش الإسرائيلي على لائحة العار. ولكن نتاج لضغط أمريكي وإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة. وجهدت هذه المحاولة. يعني رضخ لهذه الإملاءات وهذه الضغوطات. طيب سيدة عبد النصر فروان في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مرر الكنيسة الإسرائيلي قانون يفيد بإنزال أقصى عقوبة على الأطفال المدانين برشق الحجارة الأطفال الفلسطينيين. كيف تنظر لمثل هذه القرارات التي تسعى إسرائيل لتمريرها عبر أروقة الكنيسة الإسرائيلية لمنحها شرعية وهي لا شرعية بحق أطفال فلسطينيين وهو أمر مخارف القانون في نهاية المطاف؟ ما يجب إدراكه بأن إسرائيل لم تميز في تعاملها وفي أتقالاتها ما بين الذكور والإناف ما بين الكبار والصغار وما تمارسه من انتهاكات ومن جرائم ومن تعذيب بحق الكبار هو يمارس بحق الصغار. ونفس الشيء ينطبق على القوانين والتشارعات القانونية التي تحاول سلطات الاحتلال إلى إقرارها للانتقام من المتقلين بل إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني بشكل عام. في نوفمبر كما تفضلت إسرائيل تسع إلى إقرار قوانين أكثر قمعاً أكثر انتقاماً من هؤلاء الأطفال. وبهدف بث الرؤب والخوف لدى الأطفال بشكل عام ولدى أيضاً لذويهم. وأعتقد بأن بحث ونقاش قوانين من هذا القبيل إنما يؤكد على أن ليس فقط الأجهزة الأمنية هي ما تشارك في قمع هؤلاء الأطفال وفي تعذيب هؤلاء الأطفال. وإنما المستوى السياسي والقضائي والتشريعي والقانوني الكل يشارك في قمع هؤلاء الأطفال. والكل يتحمل مسؤولية ما يجري وما يقترف بحقها هؤلاء الأطفال من انتهاكات وجرائم. بمعنى بأننا علينا أن نحاسب رأس الهرم السياسي في إسرائيل ووصولاً إلى الجندة الذي يطبق تلك السياسات. وبالتالي نحن ننظر بخطورة بالغة لمثل هذه القوانين. وما تبحى أيضاً من قوانين نوقشة في الكنيسة على ثبيل المثال إصدار أحكام لمن هم أقل من الرابط عشر. والهدف منها هو الانتقام من هؤلاء الأطفال. وبث الرعب والخوف من هؤلاء الأطفال. وإجبار الأهالي على تحييد أبناء والأطفال بعد المشاركة الواسع من هؤلاء الأطفال في أعمال المقاومة وفي الهبة الجماهرية. ومن ضمنها أيضاً الغرامات التي في المحاكم والحبس المنزل. وما إلى ذلك من الإجراءات العقبية بحق الأطفال. وبالتالي هذا القانون وغيره يؤكد على أن كل مركبات النظام السياسي في إسرائيل تشارك في قمع الأطفال. تشارك في محاسبة الأطفال. تشارك في الانتقام من الأطفال. وهذا ما يجب أن نسعى إلى إضاحة للرأي العام على العالمي. بأن الأمر ليس مجرد حادثة استثنائية هنا أو حادثة نادرة هناك. وإنما تتم في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية. إذ تخشى إسرائيل من مستقبل هؤلاء. لهذا توظف كل إمكانياتها الأمنية وتحرد كل الأجهزة الأمنية للانتقام من هؤلاء الأطفال. بما فيها أيضا القوانين التي دعت إلى إعدام العصرة وغيرها من الإجراءات. كلها تصم في ذات الاتجاه. كلها تؤكد على أن هناك تحريض من المستوى السياسي. ومشاركة المستوى القضائي والقانوني للانتقام من هؤلاء المطهي. وبالتالي هذا أمر في غاية الخطورة من واجبنا أن نستثمر هذه التحريضات في تعزيز الرواية الفلسطينية. وفي تكذيب الرواية الإسرائيلية عبر الوسائل المتعددة. وعبر النشاط الدولي إن كان على المستوى على الجماهيرية. أو على المستوى على الرسمي من خلال الصفرات. من خلال المؤسسات الحقوقية. من خلال علاقات المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية. وعلاقاتها على المؤسسات الدولية. أنا أتفق مع ضيفك. وأن كل المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة تحتكم إلى قرارات سياسية. لهذا نحن بحاجة أيضا إلى جهد سياسي مكثف من أجل الضغط على هذه المؤسسات. وقلنا في الماضي بأن على الأمم المتحدة أن تختار ما بين إلزام. يعني حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقية الدولية في تعاملها مع الفلسطين. وإما طرد إسرائيل من الأمم المتحدة. اليوم لا نقول بأن على الأمم المتحدة أن تدرج إسرائيل على قائمة العرض. نتيجة لجملة من الجرائم التي تختلف بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الأسرة بشكل خاص. لكن لحين تحقيق ذلك أعتقد بأننا أو لأجل تحقيق ذلك أعتقد بأننا بحاجة إلى جهد كبير. على المستوى السياسي على المستوى الحقوقي على المستوى القانوني. أمل أن تكون هذه الجرائم بداية لتجميع المواقف والتجميع الجهود وتكثيفها باتجاه توحيدها وباتجاه الضغط أكثر على المؤسسات الدولية. كي تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية. اتجاه ما يجري بحق المعتقلين بشكل العام وبحق الأطفال. نعم وأعتقد سيد عبد الناصر. نعم الجهود متواصلة في كل الجهات وعلى مختلف الجبهات والمحاور من أجل وضع هذه القضية على سلم الأولويات والجهود السياسية والديبلوماسية المتواصلة بصراحة. تهدف طريقة بخرى إلى الضغط على إسرائيل من جهة وإلى وقف هذا الاحتلال الإسرائيلي والذي هو السبب الرئيس في كل ما نحن فيه الآن من هذه الاعتقالات والممارسات المخالفة. أيضا للقانون. طيب سيد عيد أبو كتريش هنا موضوع في غاية الأهمية. إذا ما تحدثنا عن إسرائيل تكون بعقد محاكمات للجنود المتهمين بتنفيذ عميات إعدام وقتل. هذه المحاكم تكون شكلية سورية. محكمة الاحتلال تبرع الضابط الإسرائيلي المسؤول أو الذي قام بإعدام الشهيد محمد الكسبي 17 عاما من مخيم قلندية. وتكون بإغلاق ملف الإعدام وكان شيئا لم يكن. أن تقوم إسرائيل بعقد محاكمة للجندي وأن تقوم بتبرئته وأمر بصراحة يسوق إعلاميا في الخارج صالح إسرائيل. كيف بالإمكان قطع الطريق على دولة الاحتلال من خلال تحركات قاونية وحقوقية؟ بالنسبة لهذا الموضوع يعني فيه هناك شيوع لثقافة الإفلات من اللقاب بتمتع فيها جنود الإسرائيليين اللي بيقوموا بانتهاك حقوق الفلسطينيين سواء كانوا فلسطينيين كبار أو أطفال. يعني نادرا ما بتم فتح تحقيقات في الانتهاكات أو الجرام اللي بيقوم فيها الجنود والضباط الإسرائيليين. وعادة أنه بتم فتح التحقيقات بس من أجل در الرماد في عيون المجتمع الدولي. إنه إسرائيل بتقوم فتح تحقيقات ونتيجة هاي التحقيقات معروفة سلفا. يعني عمليا الضابط الإسرائيلي إسرائيل شومر اللي هو رفيع المستوى يعني مسؤول منطقة بن يمين اللي قم بقتل الطفل محمد الكسبي على حاجز قولنديا. يعني كان واضح من الفيديو أنه ما كان فيه هناك ضرورة على إطلاق لإطلاق النار تجاه الطفل الكسبي على اعتبار أنه ما كان يشكل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين. يعني بعد ما الطفل قم بإلقاء حجر على الجيب العسكري اترجى للضابط الإسرائيلي وقم بإطلاق النار على الأجزاء العليا من جسد الطفل اللي أدى لعملية مقتله على الفور. فعمليا يعني ما تم إدانة هذا الضابط اللي حصل أنه يعني تم فتح تحقيق في ملابسات وظروف عملية قتل الطفل. ولجنة التحقيق وصلت لنتيجة أنه الضابط يعني تصرفوا التعليمات والأوامر. يعني عمليا ما كان فيه هناك يعني حتى تحضير لاحة اتهام بحق هذا الضابط على اعتبار أنه يعني وصلوا لنتيجة أنه هذا الضابط تصرفوا في كل التعليمات والأوامر. وهذه النتيجة عادة نبوصلوها في كل حالات يعني انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين والفلسطينيين بشكل عام. فيعني عمليا في المرات القليلة جدا اللي بتم فيها يعني تقديم جندي أو ضابط للمحكمة. عادة التهم الموجهة إلوه هي مابتة ناغم ومابتة طابق مع فداحة الجرم اللي قام فيه. يعني مثلا بالنسبة للجند اللي قام بإطلاق النار على الشاهدين أبو نورا وأبو ظاهر يعني عمليا هو متهم بالقتل غير العمد. في الوقت أنه يعني كان واضح الإصرار في عملية قتل هذين الطفلين. فعمليا يعني حتى في حال يعني إدانتهم يتم الإدانة وفق أخف التهم اللي ممكن تتقدم ضدهم. نعم طيب سيد عبد النصر فروانة هناك يعني الممارسات الإسرائيلية لا تتوقف وهناك ثقافة تسود في المجتمع الإسرائيلي أو لدى جيش الاحتلال بأن جريمة الإفلات من العقاب. أن الإفلات من العقاب هو أمر يعني واضح وصريح وأي جندي إسرائيل أو أي ضابط سيفلب من هذا العقاب. هل تعتقد أن ثقافة العقاب أو المحاكم للمحكمة الجنية الدولية أو أي جهة دولية أخرى ربما بطريقة أو بأخرى تضع حد لهذه الثقافة الإسرائيلية المتمثلة بالإفلات من العقاب؟ نعم هذا صحيح وربما غياب المحاسبة والملاحقة القانونية لدولة الاحتلال أو لمجرمي السلطات الاحتلال هو ما مكن ويمكن سلطات الاحتلال في التمادي من انتهاكاتها. وهذه الثقافة قد سادت المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. والكل يدرك بأن ممارساته وجرائمه بحق الفلسطين لن يتبهها أي عقاب. وهذا ما مكنها من التواصل والمواصلة في جرائمها. وبتقديري نعم انضمان فلسطين إلى المنظمات الدولية وبشكل خاص من حكم الجنية الدولية. ربما أفسح مجالا إضافيا ومهما لعرض كل هذه القضايا أمام تلك المحاكم. وبتقديري دفع سلطات الاحتلال إلى عادة النظر في بعض الإجراءات خشة من المحاسبة المستقبلية لتلك الجرائم. والكل المتابع للشأن الإسرائيلي يلحظ أن هناك إجراءات في بعض الجوانب قد أخذت للحيطة والحضر من الملاحقة المستقبلية. لكن بكل الأحوال الانضمام لمحكمة الجنيات الدولية هي خطوة في الاتجاه الصحيح. هي خطوة مهمة. وإن كنا علينا أن لا نفرط أيضا بالتفاؤل. لتأكيدا لما قلناها قبل قليل بأن هذه المحكمة تحتكم إلى قرارات وتوجهات سياسية. لكن لمجرد الانضمام إليها هي خطوة في غاية الأهمية. عرض كل هذه الجرائم على المدعية العامة قبل أيام في عمان هو أيضا في غاية المهمة. نعمل أن تتواصل لجهود السياسية والدبلوماسية والحقوقية والقانونية في وضع كل هذه الملفات أمام المدعية العامة. والبدء بالتحقيق جدي في بعض الملفات ذات العلاقة بقضية الأسرة وبنفاتها المختلفة. وأعتقد بأن مواصلة هذه الطريق ربما يقلص حجم الانتهاكات والجرامة التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وبالتالي علينا أن لا نفقد الأمل. علينا أن نكون على ثقة بأحرار العالم. علينا أن نكون ثقة بكل القوانين والإجراءات الحقوقية الدولية. لكن كل ذلك بحاجة إلى جهد مكثف، بحاجة إلى جهد متواصل، بحاجة إلى جهد دائم من أجل الضغط على تلك المؤسسات. لكي تشكل بالفعل رادعا لسلطات الاحتلال ولكل الإسرائيليين بأن الحق لا يسقط بالتقادم. وعلى قاعدة أن المجلم يجب أن يأخذ عقابه عاجلا أم عاجلا. وبالتالي وجب علينا الاستمرار بهذا النهج وبهذا الطريق لحين الوصول إلى محاكمة كل مجرمية الحرب. ووضع حد لمجمل الجرائم التي تقترب بحق الشعب الفلسطيني. نعم. سيد عيداني، ما هي أهمية توثيق هذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بشكل يومي؟ الأمر لا يتعلق فقط بالأطفال أو بالنساء. هو يطال كل إنسان فلسطين على هذه الأرض الفلسطينية؟ بشكل أساس التوثيق هو الخطوة الأولى لأي جهد لاحق. يعني ما فيه إمكانية أنه نكون بعملية المناصرة دون ما يكون فيه هناك توثيق وتوثيق دقيق. اللي بأكس بالزبط يعني شو حصل مع الأطفال. على اعتبار أنه يعني مهما كانت الرواية الفلسطينية دقيقة. فيه هناك محاولات إسرائيلية لعملية ضحت هذه الرواية. فإذا كانت يعني الرواية الفلسطينية هي بتتطابق مع الواقع. فإمكانيات إسرائيل لضحت هذه الروايات يعني بصفة محدودة. نفس الأشياء فيما يتعلق بعملية التقاضي على المستوى الدولي أيضا. يعني الجهات الدولية اللي بتكون بالتأخير بهمها ملفات. ملفات وبهمها أيضا يعني منهجية التوثيق الفلسطينية. يعني مثلا أمام مكتب المداعية العام الجنائية الدولية. يعني كان ضروري إلنا كمنظمات فلسطينية. نوضح الأسلوب اللي منقوم من خلاله بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين. على اعتبار أنه المنهجية اللي منتبعها هي ممكن أنه تعطي انطباع حول النتائج اللي إحنا وصلنا لها. يعني عمليا أنه إسرائيل دايما في عندها رواية جاهزة. وهاي الرواية أو الرسالة الإسرائيلية بتكون جاهزة في الوقت اللي إسرائيل بتكون ترتكب فيه جرائم بحق الفلسطينيين. يعني في الوقت اللي بدأت فيه الانتفاضة الثانية. يعني كانت الرسالة الإسرائيلية الأساسية أن الأمهات الفلسطينيات برسلوا أبنائهم كدروع بشرية على الخطوط الأمامية من المواجهات. في الوقت اللي كانت إسرائيل ترتكب فيه جرائم حرب في قطاع غزة. يعني كانت الرسالة الأساسية الإسرائيلية أن الفلسطينيين بسيئوا استخدام سيارات الوكالة من أجل نقل الصواريخ من مكان الآخر في الوقت الذي ارتكبوا فيه جريمة مجزرة جنين كانت الرسالة الإسرائيلية أن الفلسطينيين بسيئوا استخدام سيارات الإسعاف من أجل نقل المسلحين من مكان الآخر فعملياً لا يوجد داعي أن الرواية الإسرائيلية لا تستند على الحقائق إلا أنها تكون جدّة بطريقة أن تستهوي كل وسائل الإعلام من أجل تتقنعها وهذا يستدعي وجود رواية فلسطينية بصراحة المستندع على الحقيقة ومستندع على الواقع ما يكون فيه هناك مبالغة على الاعتبار أنه لما تكون الحقائق صاخبة ما فيه داعي للخيال طيب أشكرك سيد عيدة مكتيش مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع الأطفال شكرا لكم التي بشاركة طيبة كما أشكر أيضا السيد عبد النصر فروان رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شون الأسرة والمحررين كنت معنا مباشرة من محافظتنا الجنوبية غزة لكم التحية والتقدير دائما مشاهدين الكرام أشكركم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج ملف اليوم كما أشكر زميلي في الإخراج حسن النجار وهيثم عقل في التنسيق وأنا حسن أبو الرب وحييكم دائما على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة هذه تحية ودائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة